هل لابد من اتفاق نية المأموم والإمام في الصلاة لا يلزم يا أخي الكريم لأن معاذ كان يصلي على أشاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم كفريضة له ويرجع إلى أهله يصلي بهم الأشاء له نافلة ولهم فريضة وأيضا في هذا الصدد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وانقضى الصلاة فجأ رجل متأخرا فقال النبي من يتصدق على هذا من يتجر على هذا فهذا دليل على أن واحد منهم متنفل والآخر مفترض